النهار ده الندوة مختلفة كتير بالمناسبة مختلفة كتير قوي يعني انا حضرت ندوات تثقفية قبل كده وكان لها الشرف المرة دي انا انبهرت بحاجتين بحاجتين رئيسيتين حاجة منهم وهنتكلم عليها هي الطفلة يقين اللي ابوها كان بيستخدمها درع بشري وده يعني اظنه عمل معي زي ما عمل مع كل الحاضرين ان الكل كانت عينية عملة بالدمع وانا بتتفرج لانه مكنش نتصور ابدا ابدا ان في حد تبلغ بي وحشيته لهذه الدرجة والحاجة التانية برضو اللي خلت عينينا كلنا الدمع هي ابطالنا زي مواصفهم فخامة الرئيس اللي بقيين من الرجالة رجالة اكتوبر ابطالنا دول لما تقعد تفكر تلاتين ثانية مش هكتر من كده تعال نعد مع بعض من دلوقتي كتيبة كوماندوز مصرية تهزم بل وتبيد تلات ألوية مدرعة زائد لواء مظلات أظن أقل من تلاتين ثانية إزاي يعني حاول تمنطق لي ده أبرز العقول العسكرية في العالم وأنا بقول الكلام وأنا عارف أنا بقول إيه كويس أبرز العقول العسكرية في العالم بل وكل الكليات العسكرية في العالم زائد الكليات المدنية التي تهتم في بعض الدراسات العليا فيها بالعلوم العسكرية أو الحروب وتأثيراتها السياسية الكل بيتعامل مع أكتوبر وحرب الاستنزاف باعتبرهم أسطورة حقيقية أو قل زي ما كنت دايما نقول لك ملحمة إغريقية الجماعة بتوع أوروبا عملوا فيلم ملحمي اسمه 300 كويس 300 سبارتينز 300 سبارتي ملحمة الفيلم انت تشوفه تنبهر يعني طبعا هو الفيلم عمليا ده ملوش علاقة حقيقية أوي بالتاريخ يعني والواقع اللي فيه ما يكملش 5% فيلم بس اللي احنا شفنا النهاردة هو الواقع بحد ذاته إنه الكتيبة المصري تخلص على أربع ألوية بقيادة وحش شرس كان اسمه شارون فيقف شارون ده في شهادة أمام التاريخ وإن كان استخدم لقب مدبحة يعني احنا ما بنعملش مدبح احنا بناخد حقنا بس فقال لقد شاهدت في حياتي عشرات المدبح ولم أشاهد قط مثل ما فعل المصريين بنا احنا خدنا حقنا بعملناش مدبح ده بالمناسبة يا وطبعا شارون لم يشاهد مدبح بل اقترف المدبح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة